موسيقى مجدداً الله معكن سألت أنا وإياكن عن النجم هل قادة النجم؟ المجوس من المشرق إلى بيت لحم أو قادهم إلى أورشاليم؟ وسؤال كتير يبينسأل عن جد ليش أنا بدي أسأله ليش قادهم إلى أورشاليم مش على بيت لحم؟ ليش قادهم إلى هيرودوس الملك ما أخدوا المباشرة على بيت لحم؟ وما تنسوا أن النجم أخوتي وقت اللي قاد المجوس قادهم كأنه أو النجم هل هو ماشي على فترة طويلة من بلاد فارس أو المشرق إلى أورشاليم وفترة طويلة يقودهم إلى هيرودوس تقول له هيرودوس شو؟ هيدا اللي رح نعرفه وهيدا بده كتير شرح بس رح شري بلخص فإذن المجوس أو النجم كان عنده مهم ومهمته كانت كتير واضحة هي قيادة هالشعب الوسني إلى طفل المغارة جابهم من موطنهم بلاد فارس أو الفرس مثل ما بقول الكتاب المؤدس إلى أورشاليم ومن أورشاليم من الأصر طبع هيرودوس لما ظهروا من عند هيرودوس قادهم النجم مجددا إلى بيت لحم أولا هل النجم هو من قادة المجوس إلى بيت لحم؟ كلا الجواب الملك هيرودوس والأحبار والكتب اللي أخد رأيهم هن اللي قالوا بوضوح عمقولون عمهلي أختي طي يظلون راسخين بقلبكن وبفكركن هن اللي قادوا المجوس إلى بيت لحم وبعدين مش قدامهم النجم صح بس ما بحب أنه هيد المعطيات أو المعلومات نخلطها ببعضها فإذا هيرودوس هو اللي قال للمجوس روحوا على بيت لحم مش النجم خليني أنا وياكم نقول النجم يرمز أولا أولا إلى النور أنتم نور العالم متى 14 لأي خمسة المسيح بقول عن حاله أنا نور العالم وانتبهوا يحنى الفصل 5 بقول جاء النور إلى العالم ليضيء ظلمة هذا العالم لشو بيرمز النجم؟ بيرمز أيضا ليسوع الذي يقودني ويقودكم إلى الآب السماوي لشو بيرمز النجم؟ بيرمز إلى كل واحد مسيحي الذين يقودوننا إلى الله يمكن معلمات تعليم المسيحي بيتنا أماتنا الأشخاص اللي بيرفقونا عدروب الحياة يرمز النجم أيضا للمبشرين اليوم وما أكثرهم عم بيبشروا بالنور تحدي يخضوا ظلمة هذا العالم لشو بيرمز النجم اليوم؟ بيرمز للكاهن انت خي الكاهن الواقف قدام هيكل الرب وعم بتدل الناس على يسوع بيرمز ليو حنى هاللي مد أصبعوا تيقلن هذا هو حمل الله النجم إذن هو دعوة لكل واحد منا أنا وإنتوا وكل الناس اللي بيعتبروا حالهم صاروا نجوم بهذا العالم وكمان هن ملهمين لهذا العالم تيكونوا دعوة إلن تيكونوا منارة والمنارة إخوتي أو النور لا يوضع تحت المكان بل على منارة ليونيرة ويضيء لجميع الذين هم في البيت النجمة فإذن هي الرمز السماوي للوعد الله أرسل المخلص إلى هذا العالم ونجمة بيت لحم كانت علامة الوعد لأن قادة المجوس إلى مكان ولادة الرب يسوع نور النجمة هو اللي قاد المجوس إلى يسوع ويسوع كان هو النور هو نور العالم الذي يقودنا إلى ملكوت الآب السنة أكيد أخوتي كتار بحطوا النجمة لما نشوفها على راس الشجرة هل هي إشارة لولادة الرب يسوع؟ يمكن هيك ولكن بدون أكتر النجمة قادة المجوس إلى أورشالين برجع بقول ومن أورشالين هي رودوس قادة المجوس إلى بيت لحم سؤال أنت تخيلي عم تسمعني اليوم وعم بتشوفني اليوم وبحب أنك تكون مثل هالنجم هل أخط قرار أنك تقود أخوتك إلى المسيح أو يمكن مرات بعد ما أخط هالقرار لأنك بعدك ضايع ومش عارف شو دعوتك شو رسالتك وشو الوزن اللي الله حطه بين إيديك الله معكم موسيقى